عايزة روح لنقطة تانية مهمة جدا نقطة وانا بتفرج على كأس العرب بطولة كأس العرب اللي كانت ناجحة جدا وانا بتفرج على المنتخب التونسي منتخب التونسي عنده لعب لفت نظري لعيب جيد لعيب كويس لعيب مبشر لعيب مستقبل اللعيب هو حنبعل المجابري حنبعل ده لعيب تونسي لعيب صغير لعيب عنده جنسيتين واحنا النهار ده واحنا بنتكلم عن الجنسية المزدوجة الاتحاد التونسي او الجامعة التونسية عملوا ايه وهنعرض لحضراتكم دلوقتي الصور صور اللعيبة في المنتخب التونسي اللي بدأوا يشتغلوا عليها من فترة علشان المستقبل والمستقبل احنا شفناه في بطولة كأس العرب والمطلوب مننا ككرة مصرية واتحاد قادم دي صورة حنبعل المجابري ده لعب عنده 18 سنة صنع العاب بيحمل جنسيتين تونسي وفرنسي بيلعب في منشستر يونايتد طيب الجامعة التونسية او الاتحاد التونسي زي ما احنا بنقول هنا الاتحاد المصري عندهم الجامعة التونسية الجامعة التونسية عملت مشروع منذ فترة ازاي او شكلوا لجنة علشان يستقدموا كل المواهب اللي عندها جنسية تونسية وجنسية اخرى واللجنة دي مسؤولة علشان تقابل اللعيبة وازاي تستقدم اللعيبة دي للمنتخب التونسي والمتخب التونسي يبقى قوي اول واحد اشتغلوا عليه كان حنبع وهو لعيب جيد لعيب صغير بيلعب في منشستر يونايتد حتى منشستر يونايتد بعد حصوله على المديلية الفضية كاتبوا كده تويتا يعني هنوه وبركولوا على المديلية الفضية وقالوا دي خطوة جيدة فيها اكتساب خبرات للفترة اللي جاية فدي اول لعب اشتغلوا عليه الجامعة التونسية وقدروا النهاردة يكون موجود في المنتخب التونسي اللعب التاني هيظهر دام حضراتكو هو عمر رقيق تساعتاشر سنة مدافع تونسي هولندي عنده جنسيتين ايضا جنسية مزدوجة عنده التونسي وعنده الهولندي برضو اشتغلوا على المدافع ده المدافع ده بيلعب في ارسنال ارتيتا المدير الفني لارسنال صعدوا للدرجة الاولى معجب باداؤه هيكون متواجد فيه المباريات القادمة ايضا لعيب صغير ايضا خلاص المنتخب التونسي ضم عمر الرقيق اللي هيكون موجود ايضا مع المنتخب التونسي الاول وده مشروع جيد يحسب للجامعة التونسية وايضا كل القائمين في الكرة التونسية يبقى حنبعل عمر الرقيق اللاعب التالت ايضا لاعب مهم جدا بيلعب فيه باريسان جيرمان هو اسماعيل الغربي هو ده اللاعب اللي انتو شايفينه قدام حضراته اسماعيل الغربي هو صنع العاب ايضا عنده الجنسية التونسية وعنده الجنسية الفرنسية عنده 17 سنة بيلعب في نادي باريسان جيرمان ملقب او بيلقبوه هناك بزين الدين زيدان ايضا لعيب كويس برضو الجامعة التونسية مع اسماعيل الغربي قعدوا معه من فترة بدأوا يتابعوه خلاص النهاردة هيبقى موجود فيه منتخب تونس وقدروا النهاردة يستقطبوه من منتخب الفرنسي الولاد الصغيرة ممكن يكون نهاردة والده لظروف عمله سافر الولد تولد برا بيحمل جنسية علشان والده تونسي النهاردة عنده جنسية تونسية وعنده جنسية ايضا فرنسية عشان مقيم في البلد ده المشروع اللي اشتغل يتعليل جامعة تونسية وعمله من هنا علشان نشوف التخطيط نهاردة لما عندك اتحاد واحنا بنتكلم النهاردة على اعتاب وجود اتحاد الاتحاد كرة جديد ده مشروع مهم جدا ازاي نزود رقعة المحترفين عندنا ازاي النهاردة نشوف عندنا محمد صلاح تاني تريزيجيه تالت عمر مرموش ما شاء الله برضو اللي بياخدوا خطوات جيدة في الاحتراف ازاي نوسع الرقعة عشان يبقى عندنا منتخب مصر قوي يقدر يحصد كل البطولات ده اللي اشتغل عليه الجامعة التونسية يبقى قولنا تلات لعيبة حنا بعل عمر رقيق واسماعيل الغربي ايضا اللاعب الرابع بقى هيسم حسن اللاعب ده عنده تلات جنسيات جنسية تونسية جنسية مصرية وايضا كمان جنسية فرنسية اللاعب ده عنده تلات جنسيات هيسم حسن عنده جنسية مصرية عنده جنسية تونسية عنده جنسية فرنسية بيلعب في فيا ريال الاسباني اللي انتوا شايفينه قدام حضراتكم هيسم حسن ده برضو من اللاعبة المميزة جدا عنده تسعتاشر سنة اتولد في باريس لأب مصري وأم تونسية النهاردة ليه ما نشتغلش هو لسه بالمناسبة ما نضمش لمنتخب تونس لكن فيه محاولات قوية جدا من الجامعة التونسية أو الاتحاد التونسي أو من اللجنة المشكلة من قبل الاتحاد التونسي علشان استقطاب هيسم حسن لكرة تونسية هنا بقول نداء للقائمين على الرضا في مصر للقائمين إن شاء الله اللي هيكونوا موجودين في الاتحاد المصري لكرة القدم لأنه النهاردة ما يبقاش عندنا لجنة في الاتحاد المصري نقدر نستكشف اللعبة دي ونجيبها ونضمها لمنتخب مصر أراهن وأنا بتكلم هنا لو إحنا نتكلمنا النهاردة بدأنا نبحث عن كل الدوريات بره في بلجيكا وهولندا وأسبانيا وفرنسا وكل البلاد هتلاقيوا لعبين مصريين لللعبة دي ما نقدرش نجيبها ونعمل معسكرات هنا وحسب كل لعب حسب المعسكر بتاعه طيب هقول لحضراتكم اتنين لعبة مصريين مبشرين أول لعب عندنا مصطفى أشرف مصطفى أشرف ده بيلعب في الدوري الألماني في نادي بروسيا منشينجلات باخ بيحمل الجنسية المصرية وجنسية الألمانية عنده هو موليد 2004 مصطفى أشرف ليه ما نشتغلش النهاردة على اللاعب ده وممكن يكون موجود في منتخب الشباب 2003 مع كابتن محمود جابر ده لعب أنا من هنا برشحه يا رية القائمين على الرياضة في مصر واتحاد الكرة إن احنا نبحث القضية دي إن القضية دي مهمة جدا هتزود منتخبات مصر الناشئين شباب أولمبي منتخب أول كمان زي ما احنا شفنا الكرة التونسية اللاعب الثاني لعب أيضا مبشر وينتظر مستقبل كبير هو كريم سامح كريم سامح موليد 2007 بيلعب في نادي ليفربول ده ممكن ينضم أيضا لمنتخب الناشئين اللي بيتولى كابتن محمد وهبة كابتن محمد وهبة المدير الفني اللي منتخب 2006 وهو 2007 ليه ما يكونش موجود ليه النهاردة اتحاد الكرة ما يدعمش الفكرة دي ونعمل لها النهاردة لجنة وتبدأ تبحث عن المواهب المصرية في الملاعب الأربية هو ده اللاعب كريم سامح موليد 2007 وهناك كمان بيشبهوه محمد صلاح موهبة كبيرة موهبة مبشرة لاعب صغير إن شاء الله أتمنى القائمين يشتغلوا على الموضوع ده ونقدر نضم عناصر جيدة لكرة المصرية